موسيقى رحبت مصر بتعيين منصقة لشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وبدء تدابير إنشاء الآلية التي تضمنتها قرار مجلس الأمن الأخير وإذلك بعد أن أعلنت الأمم المتحدة تعيين الوزيرة الهولندية سيجريد جاك منصقة لشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار تنفيذ لقرار مجلس الأمن الأخير لتسهيل دخول ومراقبة المساعدات لقطع غزة مع مرور نحو ثلاثة أشهر على اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تظهر أي علامات على تراجع في القتال البري فضلا عن القصف الجوي الإسرائيلي المدمر فنتيجة للحصار المطبق من قبل الاحتلال لا تزال المساعدات تصل بكميات غير كافية كما أن الجهود الإنسانية لا تقترب من تلبية احتياجات سكان غزة ونتيجة لهذا الوضع المأساوي أعلنت الأمم المتحدة تعيين الوزيرة الهولندية سيجرد كاج منسقة لشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وذلك بعد قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات للقطع الأمم المتحدة قالت إن كاج ستقوم بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة وإنشاء آلية تابعة للمنظمة الدولية معنية بتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة من خلال الدول التي ليست طرفا في الصراع وتبدأ كاج مهامها في الثامن من يناير المقبل ويأتي تعيين كاج في وقت يواجه فيه سكان غزة حالة طوارئ إنسانية متفاقمة إذ يحول تواصل القصف الإسرائيلي دون إيصال المساعدات إلى القطاع المكتغ وبات أهالي القطاع يعانون من نقص كبير جدا في المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود وتسبب عدوان الاحتلال الشامل برا وبحرا وجوا على قطاع غزة في ضمار هائل في القطاعات كافة